السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازاكم يا شباب عاملين ايه اتمنى انت تكونوا بافضل حال وقتم صحة منشستر يونيتد بيقصد شريط الدوري الانجليزي في الافتتاحية على أولد ترافورد قصاد فلهم وبما ان الانطباعات الاولى تدوم فاعتقد ان اغلب جماهير منشستر يونيتد مستنيها تشوف في ظل هذه الانتقالات والصفاقات اللي عملها اليونيتد وفي ظل الطاقم مساعد جديد اللي حيقدمه اليونيتد في اول مباراة رسمية له في الدوري الانجليزي لان اللي احنا شفناه في الفترة التحضيرية كان فيه من الايجابيات الشيء الكتير ولكن حالها يستطيع منشستر يونيتد ان هو يدرق السلبيات اللي ظهرت عنده في هذه المباراة ويقدر ان هو ينمي الايجابيات الموجودة عنده ويصل الى المبتغى بانه يفوز باول 3 نقاط وارح اقول لك بقى بعد المباراة وانا لسه اول دوري ونعمل زي الجماعة صحابنا اللي احنا عارفينهم يعني بتعود الارسنال العزاز على قلبي جدا ولا حنشوف ان منشستر يونيتد بيقلب بطة بلدي في هذه المباراة ونرجع نقول يا بو زيت مغازيت واني لسه بقين على نفس المشاكل في ظل الرقم القياسي اللي بيعمله منشستر يونيتد بانه يلعب لتام من موسمة على التوالي في الافتتاحية على ارضية ميدان فالله بينا ندوس لايك للفيديو واشتراك في القناة معكم محمود بدرام مجنون يونيتد وتعالوا نتكلم عن افتتاحية الدوري منشستر يونيتد وصار فولهام خلينا ناخد بعض الاخبار السريعة في البداية منشستر يونيتد بيعلن تجديد عقد برونو فرناندز الى الفين سبعة وعشرين مع عام اضافي والمفروض ان هو تحسين المرتب لاني مش معقول ان انت يكون عندك كازيميرو طبعا وعندك سانشو والناس دي بتاخد مرتبات عالية واللاعب اللي يعتبر هو قلب منشستر يونيتد حتى ولو كنت بتقول عليه عشوائي يبقى راتبه اقل ويمكن منشستر يونيتد جدد العقد وحسن العقد بالنسبة لبرونو فرناندز عشان الود اللي طلب من اكتر من نادي على مستوى الموسم اللي فات واللي قابله فبالتالي هو عايز يبعد اي حد يجي ناحية هذا اللعب وبيقولك ان ده حجر اساس معايا ايضا اليونيتد اعلن عن غياب لوكشو لحد التوقف الدولي بسبب الاصابة وده شيء مش جديد على لوكشو ولكن هنا السؤال هل يستغل ده مزروي وانلاقي انه هو من البداية بياخد الاساسية لانه بيقدر يلعب على اليمين وعالشمال هو ودالو واللاقي دي اظهرتك دالو ومزروي ولكن السؤال ايضا ان لو تصاب واحد منهم مين هيكون البديل ان يلعب هنا لان المفترض ان مزروي انت لما جبته هو ظهير ايمن في الاساس ايضا اليونيتد بيلعب لعبة شد الحبل مع فريق باريس سان جرمان طبعا احنا عارفين ان منشستر يونيتد عايز اوبرتي من باريس سان جرمان وباريس سان جرمان عمل اوبر برايسنج وقال ان ده سبعين مليون يورو يا معلم عشان تاخده فانح التانية باريس لما جاء طلب ود صانشو راح اليونيتد قال له لا ده ستين مليون بلاص وهنا ابتدت عملية شد الحبل ما بين الاتنين وانت ارخي شوية انا ارخي شوية انت اشد شوية انا اشد شوية وعشان كده من ديز متواجد في انجلترا عشان يحاول انه هو يقرب وجهات النظر ما بين الفريقين وكمان عشان ينقل فليكس الى فريق تشيلسي والمتوقع انه هو مع نهاية هذا الميركاتو حنشوف سانشو في باريس سان جرمان وهو جارتي في منشستر رونيتد حتى ولو كان على سبيل الاعارة مع خيار الشراء للموسم القادم اخر حاجة معانا في الاخبار هي انه اخيرا منشستر رونيتد بيوزيل سوفيان المرابط من الفريق الاساسي في الموقع بتاعه ممكن ده يكون دليل على ان خلاص احنا مش هنرجع لسوفيان المرابط اللي اخباره كانت مترددة مؤخرا ان ممكن اليونيتد لو ملقيش حل في خط الوسط ان هو يرجع لسوفيان المرابط او ممكن يكون دليل كمان على ان انت اتفقت مع احد الاندية اللي انت معني باللعيبة بتاعتها احنا عارفين ان انت متفق مع اوجارتي على الشروط الشخصية لكن ممكن يكون فيه اتفاق مبدئي مع باريس او حتى مع بيرلي على برج او حتى مع موناكو على ففانا ودول الثلاث لعبين اللي ظهروا لنا مؤخرا ان منشستر رونيتد مهتم بيهم في خط الوسط نزبنا بقى من الاخبار ونخش على الشيء الاهم اللي كلنا منتظرين وهي مباراة الغد افتتاح الدوري الانجليزي وصالت فريق فولهم مباراة على الورق تبلك النهاية سهلة والمفترض ان منشستر رونيتد يخش كده يدعك فولهم وياخد التلات نقاط وسلامه عليكم عايز اقولك لا ان المباراة دي مش سهلة ابدا واللي شافه وتابع فريق فولهم الموسم اللي فات هو عارف فولهم قادر يعمليه فولهم اللي قدر يفوز عليك وده ممكن يبقى طار بالنسبة لمنشستر رونيتد انه هو يرد الدين ويرد هزيمته اللي حصلت في اخر مباراة على الورق ترافورد وصالت فريق فولهم مش بس كده ده فولهم قدر انه هو يتفوق على الارسنال خارج ارضية الميدان ويتعب كل من السيتي وليفربول في الموسم اللي فات فبالتالي انت محتاج ان انت تتعامل بهذه المباراة بحذر لان الاحصائيات لما هنيجي نخش فيها هتعرف ان المباراة دي فعليا صعبة ومن المباريات اللي بتبقى كده ملع بك شوية بالنسبة لليونيتد قصاد فولهم اليونيتد قصاد فولهم في الدور الانجليزي لعب 34 مباراة خسر اربعة فقط لا غير لما نيجي نبص للموسم اللي فات نلاقي فولهم ان هو فاز على اليونيتد وبيحاول ان هو يفوز في هذه المباراة عشان تكون اول مرة بالنسبة لفولهم يفوز في مبارتين متتاليتين على ارضية في الدوري الانجليزي طبعا منشستر يونيتد في الاحداشر موسم اللي فاته لعب عشر مباريات منهم الافتتاحية يعني على ارضية ميدانه ودي تامن مباراة على التوالي لعبها على ارضية ميدانه في مباراة الافتتاح او مباراة بداية الدوري وده رقم قياسي محدش عمله غير اليونيتد فريق فولهم لما تيجي تبص عليه في اخر تسع موسم تلاقي ان هو خسر مبارتين فقط لغير وده نفس الشيء بالنسبة لمنشستر يونيتد في اخر تسع موسم خسر مبارتين من المباريات الافتتاحية بتاعته اللي هي اول مباراة في الموسم بل ان اليونيتد من 92-93 بداية الدوري الانجليزي وحتى الان خسر سبع مباريات فقط لغير من المباريات الافتتاحية سميس رو لاعب جديد ولاعب يعتبر حجر اساس مع ماركو سيلفا هيكون في فولهم الموسم الحالي وفي اخر مرة هو سجل مع ارسنال قصاد منشستر يونيتد في الهزيمة 3-2 بالنسبة لفريق الارسنال الجون اللي كان صفي دخية كده والجون كان فاضي ورح حطها سميس رو في الجون وهنا فيه تلات لعيبة فقط لغير سجلوا مع اندية لندنية في الاولد ترافورد مع فريقين لندنيين في الاولد ترافورد سميس رو بيسعى ان هو يكون الرابع بعد تسجيله مع ارسنال ان يسجل مع فريق فولهم ماركو سيلفا مدرب فريق فولهم في اخر تسع مباريات او اخر تسع بواسب في المباراة الافتتاحية معرفش طعم الخسارة واخر خسارة ليه كانت مع استوريال في البرتغال في الدوري البرتغالي طبعا احنا بنتكلم كل الدوريات اللي لعبها في اخر تسع مواسم فانت شايف مدى صعوبة هذه المباراة بالنسبة للفريقين لا ازيدك بالشعر بيت وهو اكمل لك بها ان اخر اربع مباريات ما بين الفرقتين فيه تلاتة منهم الفريق الضيف هو اللي بيفوز ومش بس كده يا معلم ده بيفوز بهدف في الديئة تسعين او بعد الديئة تسعين مرتين عملها اليونيتد ومرة عملها فريق فولهم اليونيتد خسر اخر مواجهتين ضد فرق لندنية على الاول ترافورد قصاد فولهم وقصاد الارسنال لكنه من موسم 85-86 ما اخسرش تلاتة مباريات متتالية قصاد فرق لندنية لما بتيجي على ارضية ميدان المباراة اللي قدامنا دي دي رابع مرة تبقى المباراة الاولى بالنسبة لمانشستر لونيتد هي قصاد فولهم اتنين في الدوري الانجليزي واتنين ما قبل الدوري الانجليزي بمسمها الجديد والثلاثة فاس فيهم منشستر لونيتد واحدة واحد سفر واحدة ثلاثة اتنين واحدة خمسة واحد اللي هي كانت اخر مواجهة ما بينهم فهي مباراة تعتبر اه على الورق بالنسبة للجميع هي سهلة لكن حتى الاحصائيات وحتى الشكل بتاع المباراة وملبساتها بيقولك ان مؤخرا المباراة دي مباراة صعبة بالنسبة للفرق طيب اه التشكيل اللي حيخش به ايريك تنهاج محاولة للفوز في هذه المباراة احنا عارفين ان شو مصاب فبالتالي مين اللي هيلعب مكان شو هل حنشوف دالوت او مزراوي اللي اتنين بينزلوا واحد ظهير ايمن واحد ظهير ايصر ولا حنشوف زي ما حصل في كاس الدرع الخيرية ان مورتنيز هو اللي بياخد الناحية الشمال طيب في سؤال تاني برضو بالنسبة للتشكيل مين اللي هيلعب مهاجم هل مثلا مع اني سانشو ما بيقديش بالشكل الكافي ممكن نشوفه هنا بيلعب في المهاجم الوهمي ولكن اخر مباراة اصاد منشستر سيتي انت شفت حتى اني تنهاج بينزله على ناحية الشمال وده واضح ان تنهاج مش مقتنع بالدور بتاع سانشو كمهاجم وهمي طيب هل ممكن نشوف زي ما حصل في مباراة سيتي اني مثلا برونو فرناندز هو اللي بيلعب كمهاجم وهمي وبينزل معه مونت بصراحة فيه تدخل في الادوار بيحصل فبالتالي اللي اتنين واحد فيهم بيغطي على التاني وكل واحد بيقتنس من مجهود الاخر او من ظهور الاخر على ارضية الملعب فاعتقد اني الموضوع ده ممكن نشوف كتبديلات لكن هو يبدأ بيه من البداية اعتقد برضو ان ايريك تنهاج مش هيبدأ بالشكل ده ولا بالشكل ان مكتوب مني هو اللي يكون متواجد مكان طبعا مونت في الملعب فيبقى اصادك حل من اتنين في نظرية اما حيلعب راشفورد في مكان مهاجم واحنا عارفين ان راشفورد الموسم اللي فاتت جرب وما كانش بالشكل اللي هو لكن ممكن تبقى ده فرصة بالنسبة لراشفورد ان هو يستع في مكان اخر مع وجود اجنحة قوية او ان احنا نشوف ان زيريكزي بيبتدي فبالتالي التشكيل المتوقع بالنسبة لي هيكون كالتالي ان انا في حراسة المرمى عندك اتنين قلوب دفاع ماتياس ديليخت واللي صندرو ومارتنيز وماجواير مش هياخد مكان حد عشان نروح نودي مارتنيز على الناحية التانية لان انا شايف ان ديليخت وماجواير هم نفس الامكانيات الجسمانية بعيدا عن الامكانيات الفنية فبالتالي صعب ان انت تلعب بهم هم الاتنين خصوصا ان انت لو لعبت بماجواير ناحية الشمال بيبقى له مشاكل شوية عن انه يلعب في الناحية اللي بيرتاح فيها الناحية اليمين وحيكون عندك اتنين ازهرة كل من مزراوي ودالو داع الزهير الايمن وداع الزهير الايصر نص الملعب كازيميرو وماينو وصادهم برونو وفرناندز كمركز عشرة على الاجنحة امادي ووجر ناتشو في الجناح الشمال وفي الهجوم هنشوف راشفورد طيب ازاي بيلعب فريق فولهم وازاي العب قصادهم فريق فولهم من الفرق اللي هي بتلعب بشكل دفاعي شوية لما تلعب فريق اقوى منها وبتعتمد على الهجمات المرتدة لانها بتمتلك من السرعات حاجات كتير اما ادمة راوري عندك ايوبي عندك سميس رو عندك روبيرسون اللي هو المدافع كل دي سرعات بتقدر ان هي تتحول من الدفاع للهجوم في الهجمات المرتدة بشكل كويس جدا وتعمل خطورة طبعا زيادة على منيز اللي هو المهاجم اللي حيكون منوط بالمناطق الهجومية وطبعا من الموسم اللي فات احنا عارفين ان منشستر رونايتر كان عنده مشاكل في الخروج بالكورة فبالتالي ماركو سيلفا من البداية حيبتدي جسد نبضك ويشوف هل خط الدفاع اللي عندك قادر ان هو يطلع بالكورة بشكل جيد ولا هضغط عليك وحاول ان انا استخلص منك الكورة ودي احد الميزات عند فريق فلهم ان هو بيضغط على الفريق الخصم في نص ملعبه لانه بيقدر يغطي مساحات كتير زي ما قلنا راجع للسرعات اللي موجودة عندهم والحركة الارتداد الدفاعي ايضا فريق فلهم لما بييجي يعتمد على انه يبني هجمة من تحت بيعتمد على سميس رو ان هو ينقله الهجمة ويطورها من التلت التاني للتلت التالت وده اللي كان بيحصل في الفترة التحضيرية بالنسبة لفريق فلهم لكنه بيعتمد ايضا على ايوبي ان هو يكون الختامة بتاعة فريق فلهم ان هو يختم على كل الكرات وان هو يقدر يلعب الكرات وراء خط الدفاع في المساحة ما بينهم ما بين الحارس لأي حد منطلق في هذه المنطقة او يعمل العرضيات داخل منطقة الجزاء فبالتالي فريق فلهم من الفرق الجيدة في التحولات من الدفاع للهجوم وايضا في اللعب على الاطراف بالنسبة للمهاجمين او للاجنحة لكنه من اسوأ الفرق اللي بتدافع على مستوى الازهرة فبتلاقي روبينسون في اغلب الاوقات فبالتالي بيسيب مساحة في الجانب الشمال بالنسبة لفريق فلهم او الجانب اليمين بالنسبة لفريق الخصم وايضا ناحية الثانية الظهير الآخر ضعيف في موضوع الواحد على واحد والتغطية بالنسبة لمكانه في الظهير فانت ممكن تستغل هذه الاطراف ان انت تهجم من خلالها طيب انا افوز ازاي على فريق فلهم عايز اقولك ان انت هتلجأ الى الضغط العالي اللي انت بتعمله العادي بالرباعي القدام واللي هتشوف بقى انت هتستخدم فيه مين بس هنا لو ما قدرتش ان انت تعمله بالشكل الكافي اتمنى ان يكون فيه تأمين بشكل قوي جدا بالنسبة لمنطقة الوسط لان فريق فلهم لو قدر ان هو يستطيع يخرج من خط فريق مانشستر يونيتد فاعتقد ان انت لبا تقدر تستحوز على الكورة بشكل جيد جدا وتمنع فريق فلهم من الوصول لهذه الكورة مع خروجك بالكورة بشكل جيد من تحت الفوق لان ماركوس سلفا زي ما بقولك هو في البداية هيبتدي كده يستكشف انت قادر تطلع بالكورة ولا لا قادرت تطلع بالكورة فهنا تبتدي ان انت تلعب ونبتدي نشوف الأورلاب والأندرلاب ما بين الظهير وما بين الجناح والتعاون لان زي ما قلنا فريق فلهم بيعاني على مستوى المنطقة دي وعلى مستوى ايضا تواجد الارتكاس الدفاعي احنا عارفين ان هم باعوا بالينيا الى بايرن ميونيخ ولسه ما عوضوهوش لحد الان ومن الاخر كده ماركو سلفا بيرقع هنا فبالتالي لو قدرت ان انت تدي كرات ما بين خط النص ما بين قلبي الدفاع بتعود فريق فلهم في المساحة ما بين الخطوط اعتقد ان انت هتقدر تشكل خطورة كبيرة جدا بالنسبة لمرمى فريق فلهم وتقدر ان انت توصل في النهاية ان انت تكفوز بهذه المباراة توقعي لهذه المباراة ونتجتها هي 3-1 بالنسبة لمنشستر يونيتد ورد الصاع للهزيمة الاخيرة بالنسبة لليونيتد اللي حصلت قصاد فريق فلهم في النهاية ده كان كل اللي عندي عن مباراة منشستر يونيتد وفلهم وقص شريط الدوري الانجليزي ومستني تعليقك انت في الكومنتات تقولي ايه طريقة اللعب المتوقعة بالنسبة لك التشكيل وايضا النتيجة بتاعة المباراة وان شاء الله لو ربنا اراد هحاول نعمل لك فيديو اخر بالليل عن المؤتمر الصحفي الخاص بهذه المباراة بالنسبة ليريك تنهاج لاني متوقع انه ممكن تيجي في بعض الاشياء اللي تفهمنا ايه التشكيل اللي حيبتدي به هذه المباراة او ايه المتوقع من هذه المباراة وطريقة اللعب بتاعة اريك تنهاج اتمنى ان يكون الفيديو ده عجبكم ولو عجبك الفيديو ما تنسانيش من لايك الاشتراك في القناة وشاره الفيديو في كل مكان عشان يصل المحتوى الى اكبر عدد ممكن واشوفكم بقتم حال وقتم صحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته